تقول لي دليلت العمر أقولك لا دليلة أغلى من عمرك كله دليلة الوحيدة اللي ربنا اختارها من كل ليالي الزمن عشان ينزل فيها كلامه للبشرية الكلام اللي بيخرج الناس من الظلمات للنور دليلة اللي ربنا اختارها عشان ينزل فيها القرآن دليلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قعد يدور عليها شهر اعتكف شهر في المسجد ما بيخرجش منه فاعتكف في العشر الأولين من رمضان عشان يلتمس فضل الليلة دي فبعد ما اعتكف العشر الأولين جالوا سيدنا جبريل وقال له إن الذي تطلب أمامك الليلة مش في العشر الأولين لسه جاية فاعتكف هو والصحابة العشر التانيين من رمضان وبعد ما خلصوها والناس خرجوا من الاعتكاف جالوا سيدنا جبريل وقال له إن الذي تطلب أمامك فالنبي طلع من منبر وقال لهم اللي خرج من اللي اعتكافه يرجع تاني لقد أخبرته أنها في العشر الأخيرة من رمضان وبدأ يعتك في العشر الأخيرة من رمضان النبي قعد شهر في المسجد ما يخرجش ده النبي اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدور عليها شهر كامل عشان يلتمس بركتها عارف ليه؟ لأن الليلة دي ربنا ادانا فيها حاجتين اللي يقوم ليلة الأدر ربنا بيغفر له كل زنوب اللي فاتت ده بس لا ده العبادة في ليلة الأدر خير من حد قعد يعبد ربنا ألف شهر يصوم النهار ويقوم الليل ده أنت خير منه اللي يعبد ربنا في الليلة دي مين ده اللي يعيش 84 سنة يعبد ربنا يصوم النهار ويقوم الليل أنت عمرك هتعيش 84 سنة ولو عشتهم هتصومهم كلهم وتقومهم كلهم أبدا ليلة واحدة ليلة واحدة في فضلها خير من 118 سنة يعبد ربنا عشان كده قلتلك دي مش ليلة العمر دي ليلة أفضل من عمرك كله دي ليلة العبادة فيها مش تدخلك الجنة لا ده تدخلك الدرجات العليا من الجنة ليلة واحدة تغفر لك اللي فات واتطلعك في أعلى درجات الجنة ودي الليلة اللي بيتكتب فيها أقدار الناس وأجال الناس واللي هيكون السنة الجاية مين هيرزقه ومين هيعيش ومين هيموت ومين ربنا هيكرمه ومين ربنا هيعزه ومين ربنا هيزله ودي الليلة الوحيدة اللي بينزل فيها سيدنا جبريل ومع الملائكة للأرض بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحضروا مع عباد الله الصالحين في المساجد عيد إنزال القرآن تقولي الملائكة بتنزل تعمل إيه؟ دا الملائكة في الأرض أكتر من عدد الحصة أقولك بتنزل عشان تدعيلنا بالمغفرة وبالرحمة عشان تؤمن على دعاءنا في الليلة دي عشان كده الليلة دي دي ليلة استجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات عشان كده لما السيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أقول إيه في الليلة دي؟ قالها أقولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني دي ليلة الدعاء امسكوا في العشرة الأخيرة في الرمضان في الدعوة دي ما تسيبوهاش قطروا منها في السجود وفي كل حاجة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر